السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما بعد فما زلنا مع كتاب التيمم والأبواب التي يقدها المصنف رحمه الله تعالى جميعها تشير إلى مسائل في باب التيمم عقد هنا بابا قال باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ومقصوده بهذا الباب أن من وجد ماء قليلا يستطيع أن يستعمله في بعض طهارته وجب عليه أن يستعمله وهذا هو مشهور المذهب وهو أيضا مذهب الشافعية كما سبق وأن ذكرنا هذا وهل يتيمم أم لا طبعا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول بأنه يجب عليه أن يستعمل هذا الماء لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهو يكون قد اتقى الله عز وجل على قدر استطاعته ثم يتيمم عن الباقي وهذا مذهب الحنابل والشافعي قول الثاني قالوا ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل هذا الماء وهذا مذهب المالكية والحنفي قالوا ينتقل إلى التيمم مباشرة ويسقط عنه الاستعمال وهذا الماء لأن هذا الماء أصبح في حكم المعدوم في حكم عدم أو عدم القدر على استعماله لكونه لا يأتي على أعضاء الطهارة وهنا قول آخر قالوا بأن هذا القول الثاني ونعم قولا كما ذكر العلماء لكن من أهل العلم من قال يستعمل أظن أن هذا قول ضعيف جدا وشاب يستعمل الماء ويكفيه ويكون هذا ممن اتق الله حق تقواه ولهذا المصنف رحمة الله عليه هنا لم يأتي بشي نص على مسألة التيمم بعينه وإنما أتى بدليل عام وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وعنوان الباب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله هذا هو هذه المسألة يعني شخص عنده ماء قليل لكن هذا الماء يستطيع أن يستعمله في بعض أعضاء الوضوء كوجهه مثلا ويديه لكن ما يستطيع أن يمسح به رأسه ولا أن يغسل قدمه هذه صورة المسألة ولذلك مثل ما ذكرت لكم أن مذهب الشافعية والحنابلة هو وجوب استعمال هذا الماء ثم يتيمم للقاعدة الشرعية والقول الثاني قالوا بأنه ينتقل إلى التيمم ويسقط عنه استعمال الماء يسقط عنه استعمال الماء ولذلك الراجح في هذه المسألة سبق أن ذكرناه في المجلس السابق قال باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم رواه أحمد قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم نعم قال رحمه الله تعالى باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات وهذه المسألة أيضا مرت معنا في أول المجالس مجالس شرح كتاب التيمم وكذلك مرت في المجلس السابق وذكرنا هذه المسألة عند معنى الصعيد تيمم صعيدا وقلنا لكم الخلاف في هذا هنا حديث علي هذا الحديث أصله في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وأيضا حديث حذيفة عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت يعني أعطاني الله عز وجل ما لم يعطى أحد من الأنبياء ما لم يعطى أحد من الأنبياء نبي عليه الصلاة والسلام خص بخصائص وميز بمزايا أعطي أشياء لم يعطها نبي قال نصرت بالرعب نصرت بالرعب جاء في الصحيحين مسيرة شهر نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهوراً وجعلت أمة خير الأمم رواه أحمد الشاهد من هذا الحديث ما هو وجعل لي التراب طهوراً وهذا الذي استدل به الشافعية والحنابلة على أن التيمم إنما يكون على التراب إنما يكون على التراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب قال وجعل لي التراب طهوراً وجعل لي التراب طهوراً ولذلك المصنف أورد هذا لينتصر للمذهب مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية وأيضاً مذهبهم أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب بل زاد الحنابل أن يكون له غبار أيضاً أن يكون له غبار والحديث حديث أيضاً رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء إذا لم نجد الماء قالوا وهذا نص صريح على أن التيمم إنما يكون على التراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة كما ذكرت وهو قول جمع من السلف وأدلتهم هذه هي قالوا فيها التنصيص على التراب ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض كل ما كان على وجه الأرض فيجوز التيمم عليه وذلك لأن الصعيد في اللغة وفي الشرع أيضاً ما كان على وجه الأرض أما اللغة فجميع المعاجم اللغوية تذكر بأن الصعيد هو ما كان على وجه الأرض والذي على وجه الأرض ما هو التراب فقط لا التراب والرمل والملح والعشب والزرنيخ وغير ذلك مما هو على وجه الأرض مما هو على وجه الأرض ويستدلون أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسافر في غزو أو في سفر ما كان يأمر أصحابه بأن يحملوا معهم التراب ولذلك هم يمرون على الأرض السبخة والأرض الرملية والأرض الذي فيها التراب ولو كان التراب مقصوداً بعينه لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملوا التراب وأيضاً يستدلون بما مضى من أحاديث من أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ولذلك الآن لما يأتي الإنسان ليصلي هل يقال له صلي على الأرض الترابية ولا صلي على كل أرض صلي على الأرض الترابية وأرض الرملية والأرض الطينية والأرض الجميع الصخرية مثلاً يصلي على جميعناً ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وطهوراً وطهوراً إذن الطهور كذلك يتطهر على كل أرض ثم قال أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت يعني تيممت وصليت هذا المعنى كذلك حديث أبي أمامة صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جُعلت الأرض كلها لي ولأمة مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره هذا كله يدل على أن المقصودة بالأرض هنا جميع الأرض وليس التربة وبالنسبة للفظة التراب هنا نعم لفظة التراب هذا يعني مثل ما يقول العلماء بأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف عند علماء الأصول مفهوم اللقب ضعيف عند علماء الأصول ويبقى المعنى بأنه جُعلت الأرض مسجداً وطهوراً جميع الأرض وهذا مذهب الحنفية والمالكي وهو الراجح وسبق أن ذكرنا هذا وهو اختيار أبو العباس الحفيد وشمس الدين بن القيم قد بحث هذا في كتاب زاد المعاد بحثاً عظيماً وأطال النفس فيه كعادته رحمه الله تعالى ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن التراب غير متعين أن التراب غير متعين وإنما يجوز التيمم على كل ما كان على وجه الأرض كل ما كان على وجه الأرض يكون كل ما كان على وجه الأرض يتيمم عليه تمسح الإنسان عليه ويتيمم وهذا يشمل كما ذكرتها الرمل وبقية الأشياء التي على وجه الأرض طبعاً من العلماء من ذهب إلى أن حتى العشب يجوز التيمم عليه قالوا العشب لأنه على وجه الأرض على وجه الأرض لكن من العلماء من ذكر مسألة وقال كل ما يحترق لا يتيمم عليه فذكروا من جملة لما ذكروا العشب قالوا لأنه يحترق ولهذا قالوا لا يتيمم لا يتيمم عليه لا يتيمم عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تيمم على الجدار والجدار ليس له غبار لكن الطين المبني به هذا الجدار أصله من الأرض ولذلك يتيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على عدم اشتراط التراب وقلت لكم بأن من العلماء من بالغ وذهب إلى أنه لا يكتفي فقط أن يكون تراباً بل لا بد أن يكون معه غبار معه غبار يعلق ولهذا بحثوا هذه المسألة في فروع الفق وأشاروا إلى أن التراب لا بد أن يكون حتى يكون الوصف صحيحاً منطبقاً لا بد أن يكون له غبار وكما ذكرت لكم بالراجح كل ما كان على وجه الأرض من الجامدات من التراب وغيره فإنه يصح التيمم عليه ولله الحمد والمن قال باب صفة التيمم قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين رواه الترمذي وصححه قال وعن عمار رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه متفق عليه قال وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين رواه الدار قطني قال وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب نعم قال رحمه الله تعالى باب صفة التيمم باب صفة التيمم يعني ما هي صفة التيمم المشروعة ذكر فيه حديث عمار وهو حديث واحد في الواقع لكن الحديث أيضا أصله في الصحيحين لكن هنا ذكره المصنف رحمه الله تعالى لما فيه من زيادة الوصف وصف التيمم وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمليا وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى أن يورد حديث عمار الذي فيه زيادة صفة التعليم تعليم الوضوء وعفوا تعليم التيمم وأنه ضرب واحدا للوجه ولكفعي يقول عمار بن ياسر وهو أبو اليقضان مولى بن مخزو من الصحابة الأجلة ومن السابقين إلى الإسلام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين ضربة للوجه واليدين أما الوجه واليدين فقد جاء النص القرآن بذلك قال الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فجاء النص القرآن ببيان أعضاء التيمم وهما الوجه والكفين أعضاء التيمم التي يمسحان وهذا على خلاف الوضوء فالوضوء أربعة أعضاء وأما التيمم فعضوان يمسحان قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمار التيمم ضربة للوجه واليدين يعني ضربة على الأرض للوجه واليدين والمقصود باليدين هنا ما هما الكفان إلى الرسخ إلى الرسخ ولهذا اليد إذا أطلقت في الشرع فإنها تنصرف إلى إلى الكفة إلى الرسغين هذا الرسخ إلى الرسغين بدليل آية السرق وهي قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله الله عزيز حكيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع من أين قطع من الرسخ ومما يدل على ذلك أن اليد إذا قيدت انصرفت إلى ما قيدت إليه قال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولو قال أيديكم فقط لا كان قسر الكفين فقط فلما جعل لها غاية وقيدها بالمرافق دل على أن اليد إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الكفين إلى الرسغ قال ضربة للوجه واليدين وهذه مسألة حقيقة خلافية بين الفقهة فمن أهل العلم من ذهب إلى أن التيمم يكون بمسح اليدين إلى الآباط إلى الآباط والإبط هو باطن الكتف باطن الكتف وذكروا في هذا آثار ذكروا في هذا آثار ومن جمهور العلمة ذهبوا إلى أن ذهبوا إلى أن مسح اليدين يكون إلى المرفقين إلى المرفقين وذكروا فيها آثار وأيضا قياسا على الوضوء ومذهب الحنابل وافقهم جمع من السلف على أن التيمم يكون بمسح الكفين إلى الرسغين فقط وليس إلى المرفقين وجميع الآثار المروية في هذا الباب معلولة في واقع الأمر جميع الآثار المروية في هذا الباب معلولة وإن كان بعض العلماء صححها لكن ظاهر الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على الكفين إلى الرسغين فقط إلى الرسغين فقط هذا من حيث مسألة اليدين مسألة اليدين بالنسبة للوجه الوجه هو ما يواجه الإنسان به غيره وهو معروف وحدوده معروفة من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو الوجه لذلك يمسح كاملا في التيمم كما يمسح يمسح المتيمم كفيه أيضا كاملتين ثم ذكر حديث عمار وهو فيه زيادة شرح زيادة توضيح يقول عمار أجنبت وأصل القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمار في حاجة بعث عمار في حاجة يقول فأجنبت فلم أصيب الماء ما وجدت الماء أجنب فلم يصيب الماء يقول فتمعكت في الصعيد وصليت ما معنى تمعكت يعني تمرغت كما جاء مصرحا به في الصحيحين تمرغت كما تتمرغ الدابة كما تتمرغ الدابة يقول تمعكت يعني تمرغت في الصعيد يعني في التراب وصليت وصليت وهذا من عمار رضي الله عنه قياس فقاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر في مسألة التيمم فلما كان التيمم في الحدث الأصغر مسح الوجه والكفين ذهب إلى أن الحدث الأكبر يكون فيه بتعميم البدن قياس على الغسل وهذا دليل لجمهور الفقهاء على مسألة القياس يقولون بأن الصحابة كانوا يقيسون والعجيب أن ابن حزم وهو من نفات القياس استدل بهذا الحديث على بطلان القياس فقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل فعل عمار لأنه قاس قال فدل هذا على بطلان القياس والصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل أصل القياس وإنما القياس غير الصحيح لأن القياس على نوعين قياس صحيح وقياس فاسد النبي عليه الصلاة والسلام صحها لعمار فقال له إنما كان يكفيك كذا وكذا صحح له قال فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وهذه أيضا مسألة ذكرناها فيما سبق فيما يتعلق بالاجتهاد اجتهاد الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تذكرونها؟ من يذكر الجواب؟ هل الصحابة يجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب؟ ها؟ أي وأحسنت يعني إذا كان في غيبته لأننا ذكرنا ثلاثة أقوان قول بالجواز مطلقا في حضوره وغيبته وقول بالمنع مطلقا في حضوره وغيبته وقول بالجواز في غيبته وفي حضوره بإذنه أحسنت وفي حضوره بإذنه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا نماذج من يتتبع دواوين السنة ويتتبع لحديث يجد شيء من هذا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام فأمار اجتهد في غياب النبي عليه الصلاة والسلام وقاس الحدث الأكبر قاس التيمم على الاغتسال في الحدث الأكبر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما كان يكفيك هكذا يعني أخطعت إنما كان يكفيك يعني في التيمم للحدث الأكبر هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه يعني على الأرض ونفخ فيهما يعني لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض نفخ فيهما وذلك لتخفيف التراب العالق وإزالة ما يمكن أن يسبب جرح في الوجه من الحصى مثلا الصغير فخففه ثم مسح بهما وجهه وكفيه مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفي بالتعليم لعمار ولم يكفي بالتعليم الشفهي أو المشافه لعمار وإنما طبق ذلك عمليا حتى يرسخ في ذهن عمار وفي بقية الصحابة فضرب على الأرض بكفيه عليه الصلاة والسلام متبق عليه وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين رواه الدار قطني قال إلى الرسغين وهذا الحديث الزيادة هذه انثبتت فهي تدل على أن القول الذي الفصل في هذا أن المسح إلى الرسغيني الرسغيني الرسغين ولا يتجاوز بهما ذلك قالنا رواه الدار قطني وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب يعني هذا الباب اجتمل على مسائل منها أولاً بالنسبة لعدد الضربات الثابت في الأحاديث الصحية حديث عمار وغيره أن التيمم إنما هي ضربة واحدة للوجه والكفي إنما هي ضربة واحدة للوجه والكفي ومما يدل على ذلك هذه الأحاديث الصحيح منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربة ضربة للوجه واليدي والحديث الآخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بذلك أمره بالتيمم للوجه والكفي قال أمره يعني بضربة واحدة للوجه والكفي وهناك جمهور العلماء جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هناك ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدي وهذا لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصح فيه شيء مرفوع وإنما هذا موقوف على بعض الصحابة موقوف على بعض الصحابة ولهذا اختلف العلماء في هذا فمذهب الحنابل أنها ضربة واحدة ومذهب الجمهور أنها ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدي ومن العلماء من قال الفرض ضربة واحدة وما زاد فهو سنة يعني الضربة الثانية تكون سنة ومستحبة يقولون بأنها سنة مستحبة ولكن الصواب بأنها ضربة واحدة لأن الأحاديث كلها تشير إلى أن التيمم إنما هو ضربة واحدة المسألة الثانية في كيفية في محل المسح فمحل المسح الوجه وهذا بالإجمع أن الوجه هو محل المسح واختلفوا في اليدين قد ذكرت لكم هذه المسألة وفيها ثلاثة أقوال القول الأول أنها إلى الرسغين والثاني إلى المرفقين والثالث إلى الآباط والراجح أنهما إلى الرسغين الراجح أنهما إلى الرسغين ورأيت في كلام أهل العلم تسامح في مسألة المسح إلى المرفقين وإن كانت جميع الأثار المروية في هذا معلولة لكنهم يتسامحون في هذا والصواب الوقوف على النص وأن المسح يكون إلى الرسغين والقياس على الوضوء قياس مع الفارق لأن لو قلنا بالقياس في هذا لقلنا بأشياء ثانية لقلنا بأشياء أخرى وهذا ينتقب مثل ما خطأ النبي عليه الصلاة والسلام عمار حينما قاس التيمم على الاغتسال في الحدث الأكبر إذن هذا هو محل المسح الوجه معروف وهو ما يواجه به الإنسان غيره وأما اليدين فهذا هو الخلاف الذي ذكره العلم المسألة الثالثة كيفية المسح هل الترتيب فيها فرض أم لا هذه أيضا مسألة فيها خلاف المجد بن تيمية ماذا قال قال وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب فيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنوب لا يجب لماذا؟ لأن الترتيب في الاغتسال لا يجب كذلك في التيمم بمعنى إذا قدم اليدين على الوجه أو الوجه على اليدين صح ذلك لأن حدث أكبر حدث أكبر أما في الوضوع فيذهبون إلى وجوب الترتيب قالوا الترتيب واجب لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة تقديموا اليدين على الوجه جاءت روايات في الصحيحين وفي غيرهما تقديموا اليدين على الوجه فمسح بيديه ووجهه ولذلك يقول العلماء بأن الواو هنا لا تفيد مطلق الترتيب الواو هذه لا تفيد الترتيب ولهذا المسألة في هذا واسعة سواء في الحدث الأكبر حدث الجنابة أو الحيض والنفاس أو في الحدث الأصر وهو الذي يوجب الوضوع أصلاً في الماء كذلك التيمم يجوز تقديم اليدين على الوجه ويجوز تقديم الوجه على اليدين أمر في هذا واسع لكن النظم القرآني قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولهذا الأفضل التزام النظم القرآني كذلك ما جاء مؤيداً له من الأحاديث الصحيحة لكن لا يبطل من لا يبطل تيمم من لم يرتب سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر طيب لبعد قال باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيداً طيباً فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرى ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجن مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه وقد رواياه أيضاً عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً نعم قال رحمه الله تعالى باب من تيمم في أول الوقت ثم صلى في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت وجد الماء في الوقت ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن رجلاً لم يجد الماء إنسان يعني سواء كرجل أو امرأة لم يجد الماء وصلى في أول الوقت صلى في أول الوقت بالتيمم تيمم فصلى بهذا التيمم في أول الوقت ثم في آخر الوقت وجد الماء في آخر الوقت وجد الماء هل تبطل صلاته؟ أم أن صلاته صحيحة؟ هذا الذي أراده المصنف من هذا التبويب هذا الذي أراده ولذلك المسألة طبعاً هذه لها ثلاثة صور الصورة الأولى أن يجد الماء بعد خروج الوقت وتيمم وصلى بهذا التيمم ثم إن الماء وجده بعدما خرج الوقت بعدما خرج الوقت هذه الصورة الأولى وهذه بالإجماع أنه لا يعيد صلاته صحيح الصورة الثانية أن يتيمم في أول الوقت ثم يجد الماء في آخر الوقت أو يستطيع استعمال الماء في آخر الوقت وهذه المسألة التي الآن ذكرها المصنف وهي مسألة خلافية وإن كان جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يعيد ما دام أنه صلى لكن هناك من خالف والمسألة الثالثة أن يجد الماء وهو في الصلاة أن يجد الماء وهو في الصلاة يعني لم يكن واجداً للماء ثم إنه تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء هذه أيضاً مسألة خلافية والصواب أنه يجب عليه قطع الصلاة واستعمال الماء ثم إعادة الصلاة هذا الراجح من قول أهل العلم وإلا هناك من ذهب إلى أنه لا يقطع الصلاة قالوا لأن ابتدع الصلاة بنص وهو الانتقال إلى البدل لأن الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم واضح؟ الآن المسألة التي ذكرها المصنف ما هي المسألة؟ التي ذكرها هي الثانية وهي أنه إذا كان عادماً للماء ثم تيمم وصلى وقبل أن يخرج الوقت وجد الماء أو استطاع استعمال الماء مثلاً فهل صلاة صحيحة أم لا؟ ذكر فيه حديث أعطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وهذا الحديث مختلف في إسناده ولذلك رواه النساء مرسلاً وأبو داود وصله يعني رواه مسنداً يعني الخلاصة أن الحديث صحيح الخلاصة أن الحديث صحيح لأن الحديث فيه بحث من جهة الإسناد لكن عموماً الحديث صحيح يقول أبو سعيد الخدري خرج رجلان في سفر يعني من الصحابة رضي الله عنه فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيداً طيباً فصليا ثم وجد الماء في الوقت هذه الصورة الثانية اللي ذكرتها لكم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الوضوء وصله أعاد أحدهم الوضوء وصله ولم يُعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يُعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتين لك الأجر مرتين هذا الحديث طبعاً تحته فوائد كثيرة ومسائل منها المسألة الأولى يجوز للرجل أن يُسافر ولا يحمل معهما الوضوء إذا غلب على ظنه أنه سيجد ماء الوضوء ولهذا ثبت من أوجه متعددة أن الصحابة كانوا يُسافرون ولا يحملون ماء لهذا لا يُقال بأنه يلزم ويجب على من أراد السفر أن يحمل معه الماء الوضوء وإنما يجوز له أن يُسافر من دون ماء الوضوء ثانياً في هذا الحديث ما ذكرناه قبل قليل من جواز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في غير حضوره ولهذا الصحابيان اجتهد فمنهم من أعاد الصلاة أحدهم أعاد الصلاة والآخر لم يُعد الصلاة المسألة الثالثة وهي المناسبة للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب من لم يُعد وقال له أصبت السنة قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ولم يأمره بالإعادة ولو أن صلاته باطلة بعدما وجد الماء في الوقت لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولهذا من تيمم من كان عادماً للماء أو عاجزاً عن استعماله فتيمم في أول الوقت ثم صلى ووجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يلزمه الإعادة وأن صلاته وقعت صحيح صلاته وقعت صحيح لأنه كانت بنص المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين وهذا لا يدل على أن الذي أعاد هو الذي على الصواب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأول أصبت السنة طيب لماذا قال له لك الأجر مرتين لا لو اجتهد وأخطأ له أجر واحد قد جاء عند مسلم من حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجراً وإذا اجتهد فأخطأ له أجراً واحد طيب لماذا قال له لك أجري أيها أحسنت لك أجر الصلاة الأولى لأنه وقعت فريضة مع صاحبك والأجر الثاني أجر النافلة فالصلاة الثانية هي النافلة أصبعت لك أجر النافلة وليس الأجر على الاجتهاد لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الأول وقال أصبت أصبت السنة المسألة الأخرى يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة ولهذا لم لما فقدوا الماء لجأوا إلى التيمم ولهذا الإنسان يحرص على على هذه الصلاة يبقى مسألة مهمة جداً وهي أن الفاقد للماء العادم للماء هل له أن يصلي في أول الوقت ولو غلب على ظنه بأنه سيجد الماء في آخر الوقت أم أنه لا يتيمم هذه مسألة فيها فيها بحث عند أهل العلم فمن أهل العلم من يقول بأن من عجز عن من كان عادماً للماء وكان في أول الوقت ثم غلب على ظنه أنه سيحصل على الماء في آخر الوقت قالوا بأنه ينتظر ولا يتيمم والقول الثاني وهو الراجح أن الإنسان ما دام أن ذمته قد اشتغلت بالصلاة حين دخول وقتها ولم يجد الماء انتقل إلى البدل انتقل إلى البدل ولا يلزمه الانتظار إلى آخر الوقت ولا يلزم الانتظار إلى آخر الوقت كما حصل مع الصحابية ولهذا لو أنه وجده بعد ذلك فإن صلاة وقعت صحيحة ولا يلزمه لا يلزمه الإعادة نعم قال باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححة نعم قال رحمه الله باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها وغير يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة يقول بطلان التيمم بوجدان الماء لذلك عندنا التيمم له مبطلات منها إذا كان في الحدث الأصغر نواقض الوضوء ويزاد ناقض آخر وهو وجود الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم إذا وجد الماء بطل التيمم وكذلك في الجنابة في مسألة الحدث الأكبر يبطل التيمم بماذا؟ بنواقض الوضوء وأيضاً يبطل بحدث أكبر آخر حدث أكبر آخر قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيدة هذا مرة معنا الحديث تذكرونه؟ نعم إن الصعيدة ذكرنا هذا الحديث ذكرنا إسناد أيضاً إن الصعيدة الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير فإن ذلك خير دل هذا الحديث على أن العادم للماء إذا وجد الماء بطل تيممه تيممه بطل تيممه وذكرنا هذا قبل قليل الأحوال الثلاثة لكن هنا حال وهي أن لو أن شخصاً تيمم للصلاة ولم يصلي بعد ثم وجد الماء ما حكم تيممه؟ بطل وإنما يلجأ إلى الماء أو أنه صلى بهذا التيمم وبقي على طهارة على قول من يرى بأن التيمم رافع ثم وجد الماء هل يصلي بهذا السنة؟ يقال لا لأن التيمم بطل بوجود الماء نعم قال باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة قال أن عيشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم رواه الجماعة وإلا الترمذي نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة وهذه يسميها الفقهة فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي لا يستطيع استعمال للماء ولا التراب لعدم وجودهما أو للعجز عن استعمالهما أو للعجز عن استعمالهما وهل يتصور هذا؟ نعم تتصورون هذا شخص لا يستطيع استعمال للماء ولا التراب مثل المريض الممنوع من استعمال الماء والتراب أيام كورونا بعض الناس الذي مرض ممنوع يدخل عليه تراب ممنوع لا ماء ولا تراب هذا فاقد للطهورين كذلك مثل المسجون المسجون لا يعطونه ماء يقصدك تقول المصلوب نعم ذكر الفقهة يقولون من صلب على خشبة يعني هذا المصلوب قديما يضعون على خشبة ولا يستطيع لا استعمال الماء ولا التراب لأنه معلق على خشبة فاقد للطهورين طيب منها أيضا الطائرة في حمام في الطائرة أبو محمد الله يهديك ما في طيارة إلا فيها ماء أحمد أحسنت يعني اللي وسط اللي يعيش في القطب الشمالي مثلا لا يستطيع الماء ولا التراب طيب ما يستطيع يسخن أو يذوب الماء لا يستطيع وإن كان طبعا بعض الحنفية والمالكية توسعوا في هذا قد وحتى جزء تيمهم على على الثلج لكن مسألة شوي ها مثال المسلول بالأطراف الأرض ها عند شل الرضا العاجز المقطع الأطراف ولا من يخدمه نعم ممكن نعم ممكن أيضا في نوازل حديثة ها أحسنت كابتن الفضاء رائد الفضاء رائد الفضاء رائد الفضاء ضمن ممنوع يستعمل الماء ولا يحمل معه تراب هذه من النوازل الآن والظاهر الأيام الجاية بالناس يطلعون للفضاء كثير فممكن يصير لكم رحلة للفضاء ما تستطعون تحملوا معكم للماء ولا التراب صور كثيرة عموما بالنسبة للعاجز عن استعمال الماء والتراب قال ذكر حديثة وهذا الحديث له قصة معروفة قصة لما فرضت تيمهم تقرؤونها القصة اختصارا للوقت قالت الناس تعارت من أسماء أختها قلادة فهلكت يعني ضاعت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وجدوها تحت البعير تحت ناقة عائشة سبحان الله لما بحثوا بحثوا ما وجدوها فلما يعني لما أثاروا البعير وجدوها تحت تحت البعير فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما فصلوا بغير وضوء صلى الصحابة بغير وضوء هذا قبل أن تنزل آية التيممم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله جل وعلا آية التيممم الطبعا آية التيممم هي التي في سورة النساء وليست الآية الأخرى ولهذا قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ولذلك لله الحكمة في أن يضيع عقد عائشة ويتأخر الناس ويصلون من دون وضوء وتنزل هذه الآية التي هي رحمة رحمة للناس وفيها تخفيف للناس نكون بهذا طبعا في مسألة قبل لكن نذكرها بعد الأذان إن شاء الله مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه بفاقد الطهورين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هو هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله بالنسبة لفاقد الطهورين وهو الباب الأخير باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ذكرنا فيه حديث عائشة رضي الله عنها اختلف العلماء في فاقد الطهورين ماذا عليه؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن فاقد الطهورين يجب عليه أن يصليا ولا إعادة عليه وهذا هو القول الراجح أن فاقد الطهورين والعاجز عن الماء والتراب يجب عليه أن يصليا ولا إعادة عليه القول الثاني قالوا بأن فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة ولا الإعادة لأنه عاجز عن استعمال شرط من شروط صحة الصلاة ولذلك لا صلاة عليه ولا إعادة وهذا قول شاذ قول شاذ ولهذا يذكرونه فقط من باب بياني أن هناك من قال به وإلا هذا هو قول شاذ القول الثالث قالوا بأنه يستحب له أن يصلي لكن تجب عليه الإعادة استحباب لماذا حتى يعني يكون قد يعني صلى في الوقت لكنه استحبابا وليس وجوبا فمتى ما أن استطاع على الماء أو التراب وجب عليه أن يعيد والقول الرابع قالوا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد هذا القول الرابع وهذه الأقوال هي المحصورة في هذه المسألة والراجح ما هو قلنا لكم الصلاة ولا يعني لماذا لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعته هذه استطاعته والصحابة رضي الله عنه صلوا صلوا ولم يتيموا وصلوا لما فقدوا الماء ثم إن الله تعالى أنزل يعني البدل وهو التيمم أنزل البدل وهو التيمم طبعا مسائل التيمم فيها فروع كثيرة جداً فيها فروع كثيرة جداً مذكورة في كتب الفروع وكتب الأحكام في الغالب تأتي بأهم المسائل تأتي بأهم المسائل من جملة ما ذكره الفقهة التيمم على كل ما كان من جنس الأرض ولو كان على غيرها يعني مثل الجدار مثلاً أو البساط والفراش الذي عليه غبار قالوا هذا لأنه من جنس الأرض فقالوا يتيمم عليه ومن المسائل أيضاً قالوا لو أنه صمد للغبار ولم يضرب على الأرض صمد للغبار هناك غبار فصمد عليه يعني عرض وجهه ويديه للغبار فهل يجزئه ذلك الجواب لا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه على الأرض ضرب بكفيه على الأرض لكن ممكن أن يجزئه إذا مسح الغبار الذي علق على وجهه بيديه يعني استعمله أصبح مستعملاً له وأيضاً مسح كفيه وبعض العلماء يشترط الضرب على الأرض عموماً مسائل كثيرة يذكرها العلماء لكن أهم المسائل أرجو أن أكون قد أتينا عليها في هذا الكتاب صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد الآن حصة الأسئلة بين الأذان والإقامة طبعاً مسألة النية والتسمية هذه يعني أشرنا إليها سابقاً ينوي لابد التيمم له نية لأنه عباده ينوي بقلبه وتسمية كذلك على مذهب الحنى بلواجبة هل نزلت سؤال يقول هل نزلت آية التيمم قبل خروج الوقت لمن صلىها من الصحابة فاقداً للطورين قد يكون بأن آية التيمم نزلت بعد خروج الوقت وقد يكون في الوقت لأن البحث عن القلادة طال طال وانتشر الصحابة حتى قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كلف بذلك أسيد ابن حضير هل التيمم يرفع غسل الطهارة من الحيض يعني لعلى السائلة تقول هل التيمم رافعاً مبيح الجواب كما قلنا وقررنا وبحثنا هذا بأن التيمم رافع فهو كالغسل بالماء في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى حكم التيمم بعد أكل لحم الإبل لمن أراد التيمم لصلاة نافلة وهو عاجز على الماء لسبب من الأسباب إذا كنت حنبلياً نعم لأنك من الحنابلة ترى بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فلا تصلي إلا بطهارة مائية فإن لم تجد أو عجزت تنتقل إلى التيمم فتصلي السنن مثلاً يقول أين قبلة رائد الفضاء أينما تهلوا فثم وجه الله سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب الصلاة مسألة الكلام على القبلة بحول الله يقول ما هي شروط الإمام لغير البالغ يمكن الأخ شاف أنه نصلي خلف أحد الشباب الطيبين ما شاء الله الصالحين وأن يكون مميزاً فإذا كان مميز يعني سبع سنوات فأكثر ويعرف الصلاة صلينا ما شاء الله اليوم خلف إمام صغير اللهم بارك قراءة طيبة صلاة حلوة وواضح أنه متعلم وين هو؟ ما شاء الله الله يحفظ يا رب يقول إذا تيمم الرجل وصله الظهر طبعاً عندنا حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه كان عمره ثمان سنوات وكان يصلي بقومه حديث صحيح وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له يقول إذا تيمم الرجل وصله الظهر ثم جاء الماء بعدها ثم انقطع الماء قبل دخول صلاة العصر فهل يعيد التيمم أم يصلي بالتيمم الأول من يجيبه؟ من يجاوب من الطلبة؟ يقول إذا تيمم الرجل وصله الظهر بهذا التيمم ثم جاء الماء بعدها ثم انقطع الماء قبل دخول صلاة العصر فهل يعيد التيمم أم يصلي بالتيمم الأول؟ هذا سؤال مهم جداً لماذا؟ التيمم لصلاة واحد أنت على مذهب من يبيح التيمم مبيح أبو سعود يمكن ما حضر الدرس أبو عبدال أبو عبدال أبو عبدال أيوة إذا كان من يرى أن التيمم مبيح فاله صلاة واحدة لا هو أنتم ما انتبهتوا للسؤال السؤال يقول نزل الماء والماء إذا وصل بطل التيمم وهذا قصده انقطع طيب لما نزل الماء بطل التيمم ولا لا 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 صلى خلاص لكن لما الآن نزل الماء يعيد يعيد استعمال استعمال إيش خلاص انقطع الماء والكلام على التيمم الأول هو ما أحدث الآن وما أتى بناقض من نواقض الرضو حسب السؤال لكنه الآن واجد للماء ولم يدخل وقت صلاة العصر فهل التيمم السابق باقي ولا يبطل استصحب الحكم وهل يشترط استصحاب الحكم في هذه خلاص هو الآن هو يقول لك طيب الماء الذي نزل الآن هل يبطل التيمم السابق وأنا ما استعملته هل يبطل ها الضفة هذه وين الضفة باقي والماء كان موجود أي طيب يتيمم من جديد قصدك ما يتيمم يبقى على الأول ها شيخ علي ها تيمم ها بطل التيمم أبو بكر لا هو الآن يقول انقطع الماء صورة المسألة تيمم وصل الظهر ثم بعد صلاة الظهر نزل الماء ثم قبل العصر انقطع الماء الآن يقول ما عندي قدرة على استعمال الماء لازم هل أبقى على التيمم الأول أو أني أستأنف تيمم جديد هل أبقى على الماء هل أبقى على الماء هل أبقى على الخروج من الخلاف مستحب ها يبقى الموجود الماء ما خلونا من الأوصاف هذه الأوصاف غير مؤثرة ما أدري والله أنا ما أدري أنا أبحثها إن شاء الله بياكم طي إن شاء الله أبحثها ما أدري الله أعلم وجود ماء ذو رائحة أو لون فقط هل يجز التيمم الجواب لا الماء مدام أنه طاهر حتى لو تغير بطول مكثه مثلا أو بوجود ما يسمى بالصدى هذا ما يسوّغ للإنسان أنه ينتقل إلى التيم ما ينتقل إلى التيم يستطيع يصف الماء يستطيع أن يعالج الماء هل يجب تحديد نية التقديم أو التأخير في جمع الصلاة هذه في الصلاة أنا حاول أني أجيب أسئلة التيمم عموما لا يجب تعيين نية الجمع لمن أراد الجمع بين الصلاتين سفراً أو حضراً فلو صلى الأولى ثم بدى له أن يجمع في السفر أو يجمع لحاجة في الحضر يجوز له ذلك يقول إذا كانت المنطقة تمر بأزمة شح للماء والناس تحتاج للشرب فهل يجوز التيمم الجواب نعم إذا كان لديه ماء لا يكفي إلا للشرب أو الاستعمال في الطعام فأنه يلجأ إلى التيمم يقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماراً بإعادة الصلاة فهل يدل الحديث على أن من اجتهد وأخطأ لا يلزم إعادة ما أخطأ فيه نعم الجواب نعم نبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عمار أن يعيد الصلاة وعندنا قاعدة مهمة ذكرها إبن رجب وغيره أن الحكم يتبع العلم الحكم يتبع العلم فليس عمار فقط حتى الصحابة في حديث عائشة ما أمرهم أن يعيدوا الصلاة وقد صلوا من دون وضوء يقول يقول قلتم بأن الذي لم يجد الماء ولكن غلب على أمره أن سيجده يتيمم ويصلي فهل ينطبق ذلك أيضاً على من تأكد بأنه سيجد الماء يعني هو من اعتقد بأنه سيجد الماء جزماً والماء يعرف مكانه ويعرف المسافة اللي يقطعها مثلاً خاصة مع وجود السيارات الآن إذا كان مسافر مثلاً يعلم بأن هناك محطة عشر كيلو يصلها قبل في أول الوقت لا ما يتيمم ما يتساهل في التيمم يقول من دخل الصلاة متيممًا وهو في آخر الوقت وحضر الماء وهو في صلاته وإذا خرج وأعاد الصلاة والتوضى سيخرج الوقت عليه فهل يكمل صلاته بالتيمم أم يقطع صلاته إذا كان سيخرج الوقت عليه إن هو قطع وذهب يتيمم لا يبقى على على أمره الأول لأن المسأل هذه فيها خلاف كما ذكرنا قبل قليل لكن عموماً هل يتصور يعني شخص التيمم ما يكلفه شيء ولو أنه تكبر تكبير الإحرام أدرك الوقت مجرد تكبير الإحرام ثم خرج الوقت أدرك الوقت على مذهب الحنابلة هل يجوز التيمم في حال الخروج للبر مثلاً وفي الإمكان الذهاب لإحضار الماء ولكن يتيمم عند دخول الوقت ويصلي والكلام هذا مثلاً السؤال هذا عام يعني قد يشق على شخص وقد يسهل على شخص فما نستطيع أن نجعل قاعد عام من الناس من لا يشق عليه يذهب محطة ولا يذهب إلى المدينة من الناس من يشق عليه فالذي يشق عليه التيمم كيفية مسح الكفين في التيمم وأيضاً في سؤال يقول كيفية أيضاً التيمم بشكل عملي طبعاً الفقهة يعني يقولهم بأن يفرج بين أصابع كفين وهذا ما فيه دليل يعني ما ثبت أنه سلن فرج سواء فرجت بين أصابع كفيك أو ضممت على المهم تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ في كفيك نفخاً يسيراً حتى يذهب ما يمكن أن يكون سبب من أسباب جرح الوجه ثم تمسح وجهك بهذه الطريقة وتضرب الشمال على اليمين واليمين على الشمال هذا هو المسعلة هذا هو طريقة التيمم لا حرج لو نفض ضيدة لكن السنة النفخ بعد أن يتيمم الجنب ويصل الفجر هل يجزي هذا التيمم عن الماء مطلقاً أو إذا وجد ماء بعدها وجب عليه الغسر الأكبر ذكرنا هذا بأن صلاة بالتيمم صحيح ثم بعد ذلك يجب أن يمس الماء يغتسل لابد لأنه خلاص بطلة لا يستطيع أن يتيمم مع وجود الماء أسئلة كثيرة خارج الموضوع يقول من تعذر له غسل عضو من الأعضاء عند الوضوء هل يتيمم بعد الوضوء أو يقال لا واجب مع العجز ويسقط عنه بالنسبة لمن يعني عجز عن غسل عضو على الخلاف السابق بأن من أهل العلم من قال يسقط عنه الوضوء يتقل إلى التيمم ومن يقول بأنه يغسل بقية الأعضاء ثم يتيمم عن هذا العضو هذا اللي ذكرناه من كان بالمستشفى ويصعب عليه الوضوء هل يقال له يضرب الجدار ليتيمم الجواب نعم إذا كان الجدار عليه غبار كمذهب الحنابل والشافعية وعلى مذهب المالكية والحنافية الحنافية لا يشترض أن يكون له غبار ما دام أصل الجدار من الأرض أما إذا كان الجدار من الإسمنت أو كذا وهذا الغالب قالوا بأنه لا يصح التيمم عليه يقول حكم من يصلي في سرواء القصير فوق الركبة تحت ثوب يشف لون البشرة من شروط صحة الصلاة ستر العورة وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة وإذا لبس ثوبا يشف من ورائه عن فخذيه وضابط ذلك أن يظهر لون الفخذ بطلة صلاة تنبهوا لها قد ذكر لأحد الفضل بأن هناك من يتساهل في هذا الأمر فيوجد من الشباب من يصلي ولابس الشورت يسمى الشورت ولون فخذه يظهر من وراء الثوب هذا لا صلاة لا تنبهوا لهذا ستر العورة من أهم شروط الصلاة نلتقيكم بعد الصلاة بإذن الله